نطلع عدلاتي من فوق جسم السد في حدود 30 أو 40 متر ده وينش بورجي من ضمن الأوناشي اللي بتخدم على الأعمال في السد سواء كان من الأبستريم من مكان بتاع بحيرة اللي قدام السد ومن الدوانستريم في دهر السد دي من ضمن الوسائل اللي احنا بنستخدمها للشغل جوا السايت ومن ضمن المعدات اللي هي بتغضع لفحص مبدئي من إدارة السلامة والصحة المهنية سواء كان قبل الشغل أو في خلال الشغل في خلال كل يوم قبل الشغل وبعد كده احنا كده راحين على منطقة الباورهاوس والتوربينات وهنا دي منطقة السويتش ياردلية محطة الربط ما بين المشروع والشبكة الخارجية الخاصة بالكهربة دي محطة رابطة عبارة عن السويتش أو المفتاح اللي في البيت انت بتفصل الكهربة ما بين أو توصلها ما بين المشروع والكهربة اللي طالعة من التوربينات وما بين الشبكة الخارجية الخاصة بالفحصة هنا بقى على ارتفاع ده العنق المياه دي ايه وهل المياه دي هتستمر؟ اه طبعا المياه دي هتستمر اه على اعتبر نضاء مجرى النهر واني دايما المياه لازم تكون موجودة اه اه بقى ورا السد علشان نحافظ على الحياة السروة السماكية والبيئية في المستقبل في اسماكين انا دورا؟ طبعا طبعا في اسماك وطبعا من البيئة ينتبه اه وفي هنا عندهم حاجة دي كاتفش بعض الاسماك اللي موجودة عندهم اسماك كاتفش؟ اه اه ودي طبعا جوة المحمية غير مصرح تماما اي استياد سواء كانت اسماك او حيونات او التعامل مع الاسماك عموما فيه طبعا اه فيه الهيبو او بنقول عليه سيد اشتا وفيه تمسيح وفيه اسماك طبعا موجودة باستمرار ولو قدام شوية كده بعض ما انطقت الشغل هتلاقي التمسيح يمين وشمال دي فرف النهر موجودة موجودة وبنشوف ايه قصة النهر ده؟ النهر ده ايه؟ ده نهر روفيجي اه كان حلم من زمان للتنزانيين ان هم يبنوا السادة ده من التمانينات او سمعتها من الاشطورة اه طبعا سامع اسطورة بتقول اه حسن ما اسمعتها من الاشطورة اه مهم ايه يفجوا نور ونقووا النهر ببنجابلين ده من الحكية اللي انا سامعوك اهه اهه هو انا معركش نيسة شغل شانج باور شانج باور شانج باور شانج باور مع الوبريتر اللي هو سوى الوينش ان هو يرفع البسكت من فوق. هو لما نزل كان بيعمل تشينجي باور. اه كان بيعمل تشينجي باور ترهير في الطاقة. اه اه. بس هنا المكان هنا معبر اوي عن جهد وضغط. بس الاور خانية في موضوع الاسطورة. انا اسمعتها في دار السلام. ان فيه نور هيفجر بين جبلين. ماشي? وطبعا هو الجبلين هم عماد النهرة. دي جبل ودي جبل. ايه الاسطورة بتترجم على الارض الواقع ان النور عبارة عن السد اللي موجود اللي هو بيساعد التنمية في الدولة نفسها. ان احنا بيخرك عربة حوالي 2115 ميلا وقت. يعني انت هنا فلت ما بين السدين. تمام. ما بين الجبلين. ما بين الجبلين لهم اسمين. هو النهر اسمه الروفيجي والمنطقة نفسها اسمها الروفيجي. واسم المشروع تشولوس نيريري. ده هما مسمينه على اه. رمزية غنيطالية ضخمة. اه. 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 ده الاب الروح. الاب الروح للتنزانيين. يعني هما يقولوا هنا ماما سمية على الرئيسة. تمام. ماشي. منقولوا على الاب الروحي. اه. بابا نيريري. نيريري. ايه. ايه. وبنتوا نيريري. بنتوا نيريري. وجلوس نيريري هما بيعشاؤوه اه. وبالتالي الاسم المشروع تسمى على اسمه اه تخليدا لرمز من رموز الدول. اه. بتقولي الاسطورة اه. طبعا. طبعا. طبعا وكننا احنا لنا الحظ الوفير ان احنا نشارك في تحقيق الاسطورة دي. بان احنا كيانات مصرية عملت مشروع ضخمة زي ده. شبيه بالسد العالي على ارض تنزانية. وان احنا نزبط وجودنا كشركات مصرية هنا في اه في افريقيا. ده كان اه دعم محترم اه من الحكومة المصرية ان احنا نكون مدواجدين. اه احنا تسعين في المئة من الجيل بتاعنا او المشروع ما حضرش السد العالي. فالسد العالي كان بنسبة لنا احنا بنسمع عن مشروع ضخم تم في مصر بس ما شوفناهوش ما حضرناهوش. ما حضرناش الاعمال فيه. فكان لنا اه حصنا حظنا ان احنا شاركنا في المشروع ده عشان نحكي اه عنه لأولادنا وللجيل اللي جاي. ان احنا عملنا مشروع شبيه بالسد العالي في دولة من دول افريقيا. وان احنا اه بنساعد في تنمية دول افريقيا كا اه كيانات مصرية. ونزبط للعالم كله ان احنا كشركات مصرية ان احنا قادرين نغوى التحديات والنفذة. في اي مكان. النور تقطه ايه? او تقطه النور ايه? الفين مية وخمستاشر ميجاوات. ده ده قدرة المشروع. ده يغطي ايه? ده 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 لو احنا قررناه بالسد العالي مساعدة ما انشأ لتقييم السد العالي كان الفين ومية فاحنا هنا اعلى من السد العالي تخيل سد العالي كان غطى احتياجات مصر في وقت ما انشأ. ده نفس اللي هيتم هنا في تنزانيا. انه هيغطي احتياجات الدولة من الصناعات والبيوت والتنمية اللي هتحصل. الناس بتفكر فيه ازاي هنا? انت طول النهار بتتعامل مع تنزانيين ومن الشباب كلهم اللي هم بيجو يشتغلوا هنا. ده ده بالنسبة لهم يحلم انت لو اتكلمت مع اي واحد تنزاني هو بيحسسك ان المشروع ده ملكه. ان المشروع ده بتاعه بتاعه هو شخصا مش للدولة بس كمان. ان هما وغدين الموضوع تحدي ان هما عايزيني يكملوا المشروع ده في الوقت المناسب بتاعها لشان اه يلمسوا التطور اللي موجود في الدولة. تمام? اه. حالة رضا في الدولة. طبعا. طبعا. وحالة الاتفاف. طبعا. وعلى 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 غرار الموضوع ده او المشروع ده فيه طبعا اه 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 مترو الكهربائي. طبعا. اتواجد الكهرباء اتواجد المشاريع. ده التحدي التنزاني التحدي المصري. التحالف بين شركة شركتين املاقتين خارج الحدود. طبعا. ده ده اه طبعا احنا وقت المشروع ما اصند الاتنين كيان المصري والكيانات المصرية كشركات املاقة اختارت نحنا كاسطاف نكونوا موجودين هنا. حتى على عاطقنا احنا تحدي اه قوي. التحدي قوي ان احنا لازم نثبت ان احنا كشركات مصرية قد المشروع لان احنا عملناه قبل كده. ولازم نثبت اه ان احنا نعمل المشروع في 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 الوقت الزمن المحدد لي. بعد كده. طبعا. ولازم احنا نكون. اول مرة السويد لازم نوقف. لازم كلنا نكون على قد المشروع. وانا سمع ان نقبل وصحة مهنية. والصعاب اللي هتحدناها هنا. اقولك ايه? سلامتك يا صاحب. اطلع صعب او. طبعا. عشان كده انا مقامنينك.